ونناقش في هذه الحلقة ولي عهد أبوظبي يزور بريطانيا قادما من فرنسا فما هي أبعاد تعزيز العلاقات الإماراتية مع الأوروبيين حزب الله يدخل أو يدخل الوقود الإيراني إلى لبنان عبر الأراضي السورية فما هي التداعية الداخلية والخارجية ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قالنا هي أن يزور العاصمة البريطانية لندن ويلتقي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبحث العلاقات الثنائية عنوين عديدة لهذه الزيارة ولكن الأبرز منها كانت تلك الشراكة الاستثمارية التي تعتزم الإمارات عبرها ضخ عشرة المليارات من الجنيه الاسترليني في السوق البريطانية الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا متنوعة وتشمل كل أسواق المملكة المتحدة كما تعكس شراكة استثماراتية طموحة واستراتيجية وفقا للبيانات الرسمية البريطانية وليه عهد أبو ظبي جاء لندن قادما من العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى بالرئيس إمانويل ماكرون وقد بحث معه ملفات سياسية واقتصادية عدة إضافة إلى التعاون في محاربة الإرهاب بالمنطقة والعالم وفي المحصلة ما هي أهم مضاميين هتين الزيارتين وماذا تعنيان بالنسبة للتوازنات الاستراتيجية الإماراتية في العلاقات مع الدول الكبرى وما هي الفرص الجديدة التي أتحتها الزيارتان لقضايا الأمن الإقليمي والتنمية علاقات التعاون الاستراتيجية الإماراتية مع دول العالم الكبرى لا تتكئ على كتف واحد وهي تحافظ على توازناتها انطلاقا من قاعدة تقوم على توجهات اقتصادية وعسكرية وسياسية مستقرة الجمع بين زيارتين الأولى لفرنسا والثانية لبريطانيا وفر للشيخ محمد بن زايد النهيان ولي أهد أبوظبي أن يقدم برهانين على سعة تلك العلاقات وأفاقها المتنوعة في فرنسا بحث الشيخ محمد بن زايد مع رئيس إمانويل ماكرون حزمة من القضايا الإقليمية والدولية عكست توافقا متعدد الأوجه في الرؤية نحو حل المشكلات الدولية بشكل مشترك لتعزيز السلام والازدهار بحسب ما ورد في البيان المشترك كما أكد البيان عزم البلدين على محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز تعاونهما في مجالي الأمن والدفاع بينما احتلت قضايا التعاون الثقافي مكانة بارزة في المحادثات كما تم الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال فرنسي إماراتي يهدف إلى تعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين أما في بريطانيا فإن محادثاتي ولي أهد أبوظبي مع رئيس الوزراء البريطاني بورش جونسون وهي الثانية في غضون أقل من عام فقد سمحت بتوسع أفق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين الذي سبق وأن استند إلى التسعة محاور لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بين الطرفين وقد شملت هذه التنمية التجارة والاستثمار والرعاية الصحية والطاقة والمصارف والأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتقدمة جونسون أكد أن الإمارات تعد حليفا استراتيجيا مهما لبريطانيا وذلك بفضل تعاونهما المشترك في العديد من القضايا التي تدعم أسس الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي ومثل ما تستثمر بريطانيا في العديد من المشاريع الإماراتية فإن الإمارات تستثمر أيضا في عدد من المشاريع ذات القيمة العالية والتكنولوجيا المتقدمة في المملكة المتحدة نبدأ هذا النقاش مشاهدين بانضمام ضيفاي من دبي محمد تقي الكاتب الصحفي معي من لندن أيضا محمد مشارق مدير مركز تقدم للسياسات مرحبا بكما معنا في برنامج وراء الحدث أبدأ معك سيد تقي عنوين زيارة ولي عهد أبو ظبي اليوم إلى المملكة المتحدة كثيرة ومتنوعة لكن ما الأبرز اليوم وما هي الأولوية برأيك؟ بداية أرحب فيكم ورحب بسادة المشاهدين دعيني أبدأ أن نقول من فرنسا إلى بريطانيا شعلة نشاط لا تتوقف ومجهود من أجل الوطن بهذه العبارة أنا أبدأ ما يقوم به قائد الإنسانية وقائد السلام وصانع السلام في الشرق الأوسط والعالم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر الشركات الاستراتيجية التي يقوم بها بداية من فرنسا ومقابلته للرئيس الفرنسي وبعدها ذهابه إلى ومقابلته لرئيس مجلس الوزراء البريطاني دلالة واضحة على عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبما أني ذكرت الشاملة فهنا هناك شراكة تخدم مصلحة البلدين وتخدم المنطقة وتخدم منطقة الشرق الأوسط في جميع المجالات وهذا دليل واضح على قوة دولة الإمارات القوة الناعمة التي تمتلكها دولة الإمارات في العلاقات الدبلوماسية التي شكلت احتراما كبيرا للدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا والنقطة الثانية الاستثمارات التي تم توقيعها مع بريطانيا هي استثمارات تخدم مصلحة البلدين في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا وهذا يدل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تريد أن تذهب في تطور العالم الذي نشاهده الآن في حوالينا من هذا التطور الكبير جدا سيد مشارقة أحييك من جديد اليوم برأيك وبهذه المرحلة بالتحديد أين تكمن أهمية هذه المحادثات وما هي أفاق التعامل ما بين البلدين يجب أن نلاحظ أن هذه الزيارات لكل من باريس التي يتمتع شيخ محمد بن زايد بأعلاقات حتى الصداقة الشخصية الوثيقة مع ماكرون الرئيس الفرنسي إضافة إلى بريطانيا هي الترجمة الدقيقة للتحولات الاستراتيجية في العلاقات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة فالإمارات منذ فترة تقريبا نحن نشهد وبالملموس تحولا عمليا في العلاقة ما يسمى بتصفير المشاكل ليس فقط بالمعنى الإقليمي والدولي ولكن مع القصوم أيضا لقد لاحظنا تماما ما الذي جرى مع تركيا ومع قطر وكذلك مع إيران وكذلك انسحاب الإمارات العربية المتحدة من العديد من الملفات سواء كان بأفريقيا أو من ليبيا أو من اليمن وبالتالي هذه الاستراتيجية والعودة إلى ما يعرف بالاستراتيجية الدبلوماسية الناعمة بالدبلوماسية العلاقات الاقتصادية بديل بمعنى الدخول في محاور واستقطابات النقطة الثانية أن الإمارات عمليا تستشعر مخاطر جدية من عملية تداعيات الانسحاب الأمريكي الذي بدأ الآن بأفغانستان والتقديرات الخطرة التي ربما ستلقى بظلالها الثقيلة على المنطقة إذا ما تمت من سوريا ولبنان ولذلك الشيط محمد بن زايد الآن هو في هذا الظرف الدقيق وفي وقت مناسب للغاية عمليا يأتي إلى باريس ولندن كي يعيد الحسابات المنطقة هناك بمعنى ملفات مفتوحة في فيينا حتى الآن بين الحوار الأمريكي أو الفوارات الأمريكية الإيرانية وما يمكن أن تتعثر به المنطقة ودول الخليج بشكل بقيق وبشكل مباشر وبالتالي هي زيارة عمليا سياسية من الطراج الرفيع رغم كل ما قيل على جوانبها من علاقات اقتصادية وثيقة لكن محمد بن زايد الآن يريد أن ينوع في علاقاته الدولية لديه علاقات طيبة مع الولايات المتحدة ولديهم علاقات طيبة مع روسيا والصين كذلك والآن تصفير بمعنى المشاكل وربما هو ما تسعى إليه بريطانيا سيد مشارقة خصوصا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن سأبقى في الاقتصاد الآن أعود إليك سيد تقي الزيارة أعلنت شركة اقتصادية استراتيجية طموحة بين الطرفين وذلك من خلال حزمة استثمارات إماراتية بسوق المملكة المتحدة إلى أي مدى الحديث عن كل هذا المتنوع في كل المجالات يعكس توافقات كبيرة ما بين البلدين اليوم طبعا بداية الإمارات كانت لها في الاقتصاد البريطاني ولها أملاك موجودة في جهاز الاستثمار الإماراتي الموجودة في بريطانيا لكن هذه الحزم تأتي بناء على التعاون المتبادل بين الحكومة البريطانية والحكومة الإماراتية لتعزيز الدور المتبادل في تنمية النواحي البشرية من الطرفين إذا تحدثنا عن القطاع الذي تم الاستثمار فيه هو قطاع التكنولوجيا وقطاع البنية التحتية وقطاع الطاقة المتجددة فهذه من القطاعات الجديدة التي الآن يراهن عليها بعض الدول كقوة ناعمة في المستقبل الإمارات لها دور كبير جدا في التعامل الدبلوماسي ذكر الضيف استخدام القوة الناعمة الدبلوماسية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الإمارات لها استباقية كبيرة جدا دعينا نتحدث إذا كان هناك استقرار فيكون هناك اقتصاد متواصل فالإمارات لها استباقية في محاربة الإرهاب والتطرف وهذا ما تطرقوا لها في فرنسا وبريطانيا لتعزيز السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط الإمارات كانت لها ابتكار لمحاربة الإرهاب والتطرف نعم الأمر في الشرق الأوسط الآن هناك الإمارات لها مصالح ولها ثوابت حقيقية مع الدول الأوروبية وتعزيز المصالح هذه تأتي بهذه الزيارات المتواصلة بين القيادة الإماراتية والقيادة الأوروبية قبل شهر كانت هناك زيارة أيضا للنمسا واستقبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الوزراء لدولة النمسا وذكر أن هناك شراكة استراجية شاملة في الاقتصاد والتجارة والثقافة كون هذه الشراكة الآن تتبوأ مكانة كبيرة جدا بين دولة الإمارات والدول الأوروبية الإمارات راسخة في سياستها الدبلوماسية واضحة في تجريم الإرهابيين ووضع الكيانات الإرهابية وآخر قرار نحن شفناه أن هناك قائمة جديدة تضم كيانات إرهابية ومنظمات إرهابية وأيضا شركات وأشخاص فالإمارات تريد الاستقرار لأن اليوم الذي لاحظناه من زيارة الشيخ محمد بن زايد الله يحظه أن هناك أيضا تحديث عن إكسبو 2020 الذي سيقام في أول أكتوبر بحضور 192 دولة على مستوى العالم وستكون هناك أجنحة لهذه الدول التي تمثل نفسها على الأراضي الإماراتية في دبي فالإمارات اليوم أعين العالم وأعين البشر كلها ستتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا نجد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يقوم أيضا بمواصلة عمله من أجل خدمة وطنه دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس قائم وكان موجود للقائد المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان عندما كان يقوم بهذه الزيارات إلى بريطانيا وفرنسا والدول الأوروبية سيد مشارقة علاقة وثيقة كما تحدثنا تاريخية تربط بين البلدين اليوم مضي الإمارات اليوم بالاستثمار والشراكة مع بريطانيا أخذين بعين الاعتبار خروج بريطانيا من السوق الأوروبية هل يمكن أن يدفع ببريطانيا ربما لأفاق جديدة بالعلاقة مع أبو ظبي؟ يجب أن نلاحظ حقيقة أو حقيقتان مهمتان الأولى أن الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في العالم الثالث برمته وربما حتى في العالم في التسريع للانتقال إلى المرحلة الرقمية الكاملة بالمناسبة لديهم تطور يعني يفرق زمنيا عشرات سنوات عن دول الجوار حتى وبالتالي هم دخلوا هذه المرحلة بمعنى باعتبارها قيمة مضافة للدولة وبالتالي تعزيز قوتها ولفوذها بمعنى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة النقطة الأخرى أن الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة التي وبسرعة كبيرة عمليا راكمت في الصندوق السيادة للدولة بحيث هي الأولى في المنطقة العربية كنا نعلم قبل حوالي عشر سنوات كانت قطر في المقدمة كان عندها 330 مليار صندوق استثماري وكنا نقول لنا ذلك كبير جدا اليوم الإمارات العربية المتحدة لديها صندوق استثمار سموص صندوق استثمار للأجيال يصل إلى 870 مليار دولار وبالتالي هذا الصندوق الواسع هناك الآن يقترن الآن بدبلوماسية تنوع في السياسة الخارجية الإماراتية لا تعتمد فقط على الولايات المتحدة كما كانت تاريخيا بل تعتمد الآن على مجموعة شراكات قد تبدو متناقضة مثلا لديهم علاقات واسعة للغاية اقصادية مع الصين ومع روسيا هناك صندوق استثماري خارجي يصل تقريبا بين روسيا والإمارات إلى 25 مليار دولار هذا ليس سهلا وكذلك مع الولايات المتحدة وبالتالي أنا أضع الآن أن الإمارات العربية المتحدة بهذا التنويع سنوات علاقاتها السياسية أو الاتصادية أو في تنويع التسليح نحن نعلم أن الإمارات أنجزت تطاقية تسليح عالية المستوى بطائرات الرفال من طرنسا وكذلك من روسيا أو مثلا المسبار الإماراتي كان عمله بتقنية أمريكية لكنه أيضا استقدم كذلك التقنية اليابانية وكذلك الإطلاق الياباني بالتالي هذا التنويع هما يميز الآن الإمارات العربية المتحدة ضف على ذلك وأنا برأيي هذا هو الأهم أن الإمارات العربية المتحدة الآن هناك تم التباين وأضيف ليها أيضا السعودية بين السعودية والإمارات وبين كالكالفلاة المتحدة من جهة أخرى هناك تباين في المواقف وهناك مواقف أمريكية متشددة منها تاني الدولتان سواء في المواضيع الاقتصادية لأن هناك صراع مع الإمارات كي توقف تطوير علاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين وكذلك مع الرياض مع المملكة العربية السعودية بالتالي هو نوع من القول للعالم والإدارة بايدن أنه ما هكذا تعامل دول حليفة وصديقة نحن لدينا القدرة والشجاعة أن نفتح مروحة العلاقات كاملة وإذا أنتم الآن من خلف ظهر المنطقة وحتى حلفائكم الأوروبيين تجرون حوارا مع إيران متضررة عديد من الدول الأوروبية من هذا الحوار ومن ما وصلوا إليه حتى اللحظة على سبيلتال أو حتى من طريقة الانسحاب الأمريكي التي لم يستشر بها حتى الحلفاء الأوروبيين وبالتالي الرياض والإمارات العربية المتحدة وأبوظبي تقريبا بدوا ينتبهوا أن هذه السياسات مع أقرب الحلفاء الأوروبيين الأمريكان أداروا لهم الظاهر ونفذوا في ذات ليل انسحاب عمليا غير منظم حتى مع الناتو أو مع القوى الغربية الموجودة هذا يجعل بعض الدول مثل الإمارات والمتحدة والسعودية أن تتنبه إلى مخاطر هذا النوع من العلاقات أو هذا التعامل الأمريكي مع الدول ومع أقرب الحلفاء ولذلك أنا أضع الزيارة في هذا السياق سياق عمليا تنويع العلاقات الدولية تنويع مصادر التسليح والاستثمار أيضا لأنه عمليا دون أن يعني ذلك عداء المعلاقات المتحدة علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات لكن هو يريد أن يرسل رسالة محمد بن زايد يرسل رسالة للأمريكان وللعالم أجمع أننا في مرحلة تغيير ولا يستطيع أحد إملاء علينا يعني كما يريد بمعنى من سياسات سيد تقي ما رأيك بهذا الطرح الذي تفضل به سيد مشارقة هذه الرسائل التي تريد ربما دولة الإمارات إرسالة وما تنبأت به من مخاطر التعامل مع بعض الحلفاء وما إلى ذلك أنا والله شوفي أنا أقول دائما أننا ثوابتنا راسخة كلما اشتدت العواصف فنحن لها هو تحدث عن التناغم الموجود بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين في التحالف الربعي العربي الذي أثبت قوته عبر القوة البشرية لجمهورية مصر العربية والقوة الاقتصادية عبر مملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والقوة الناعمة عبر مملكة البحرين التي تملكها السياسة البحرينية فبالتالي أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن دولة الإمارات لها سياسة واضحة وخط واضح وثابت في التعامل مع المستجدات التي تطرأ على أقليم الشرق الأوسط على منطقة الشرق الأوسط هو تحدث عن زيارات سيدي سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى تركيا وإلى قطر وإلى مصر وبعدها إلى الأردن فهي زيارات سياسية لها أبعاد كبيرة جدا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ونجد في ذلك أيضا في زيارة ليبيا المنفي كان موجود في قطر قبل يومين وهذا دليل واضح أن هناك تحركات عربية خليجية إجزاء التغيرات التي تطرأ من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية لا بد أن الإمارات لها خط واضح وسياسة واضحة وهي لديها قوة اقتصادية بالإضافة إلى قوة عسكرية تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة وقوة ناعمة والدليل على ذلك اليوم عندما نجد دولة الإمارات من الجانب الإنساني بدأ سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد في موضوع كورونا بالتعامل مع جميع الدول العربية والأوروبية والعالمية في دعم الإمارات الشامل لمكافحة وباء كورونا وبالإضافة إلى ملف مشهد أفغانستان قامت الطائرات الإماراتية بإجلاء رعاية الدول الأوروبية كلها ومعظمها إلى دولة الإمارات وكان هناك شكر من الدول الأوروبية والدول العالمية والدول العربية لدولة الإمارات وما تقوم بهم من أجل الإنسانية فأنا أعتقد أن سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد وأؤكد على هذا الكلام أنه يمتلك الصفة صفة القائد الإنساني صفة القائد الملهم الذي يدرك تماما أهمية استقرار المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى قوة دولة الإمارات ومكانة دولة الإمارات أبان القائد المؤسس طيب الله ثرى الشيخ زايد وهو يسير على نهجه لأن الشيخ محمد الله يحفظه هو الآن من يحمل هذه الراية وراية دولة الإمارات ونحن كشعب عندما نشاهد أنت تسأليني اليوم نحن في شعب الإمارات عندما شو سر سعادة الإمارات اليوم في دولة الإمارات نحن سر سعادتنا عندما نشاهد سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد يبتسم فبالتالي هذه الابتسامة لها دلالة كبيرة علينا نحن ونحن نقدر ما يقدمه سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد على الصعيد الدبلوماسي على الصعيد السياسي على الصعيد الإنساني على الصعيد الإنساني اللي نحن نتشرف به دائما الله يحفظه لنا يا رب العالمين وقيادة الإمارات لا تقدر بثمن نعم تفضلي ضيفاي الكريمين من دبي محمد طقي الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك والشكر موصول لك محمد مشارقة مدير مركز تقدم للسياسات كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك